دشن محافظ محافظة مأربا لواء سلطان بن علي العرادة ومعه الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والطاقة محمد الكوكباني المرحلة الأولى من حملة تركيب العدادات وتقليل الفاقد في التيار الكهرباء والتي تنفذها المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب وخلال التدشين استمع المحافظة العرادة من مدير منطقة كهرباء مأرب عبدالهادي الشبواني ونائبه عبدالله دغيش إلى شرح عن الحملة والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب 4400 عداد في عاصمة المحافظة وضواحيها وتحصيل قيمة التيار الكهربائي المستهلك ابتداء من نوفمبر الجاري وشهد المحافظة العرادة بجهود إدارة ومنتسب منطقة الكهرباء بالمحافظة والتي تبدل من أجل استمرار وتطوير هذه الخدمة دعيا الجميع إلى استشعار المسؤولية والتعاون مع السلطة المحلية وإدارة الكهرباء من أجل الحفاظ عليها واستمرار خدمة التيار الكهربائي وتسديد قيمة ما يتم استهلاكه من التيار إلى جانب الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها وتقليل الفاقد منها